وتمادت أكثر وأكثر وأكثر وهنا بدأت عمليات مقاومة عنيفة وشرسة ومتواصلة وعشوائية وبدلا من أن تدرك تلك القوة العظمى فداحة الأمر وسخافة أحلامها الاستعمارية الوحشية راحت تواجه المقاومة بشراصة وغضب وتضرب تواجدها في كل موقع حتى ولو ضم آلاف المدنيين وأريقت فيه أنهار من الدماء البريء الطاهرة وهنا أدركت فرق المقاومة فداحة الموقف فتآذرت واتحدت واندمجت وتضافرت قوتها في جيش عظيم باسل راح يوجه الضربات القاسمة إلى القوات المحتلة والمعتدية واحدة تلو الأخرى وقبل مرور أعوام خمسة كانت القوة العظمى قد أدركت حقيقة ما تواجهه وفداحت ما ينتظرها وقررت أن تواجه جيوش المقاومة بهجمات أكثر عنفا مهما كان الثمن